موسيقى وفي العشرة الأواخر يا رب يقبل الدعاء المصريين والعالم أجمع رب بخير يا رب إن شاء الله وفاتحت خير برضو عن نادي الأهلي إن شاء الله كل سلام أنت طيب ومبروك طبعا تقاهل النادي الأهلي في هذه المباراة الصعبة يا أستاذ جمالي اللي بتخلينا في ظل الأجواء الجمالية ولكن معلوش قبل بس ما أبدأ مع حضراتكم لأنه المهم أنا لما سئلت قبل المباراة طول ما يمع المباراة فإننا نحن أفضل لكن قد تكون الأجواء الجمالية لو سئلتني أنا كلعيب أقول لك أن أنا نفسي أحب ألعب المتشط دي قوي إيه رأي حضرتك بص هي أولا المباراة يعني فنيا فعلا نادي الأهلي هو الأفضل وهو المرشح الأكبر لكن نتيجة المباراة الأولى اللي كانت في القاهرة وإحراز الرجاء لهدف كان مهم جدا بالنسبة لهم أعتقد أنه صعب أو زود أهمية المباراة بالنسبة لنادي الأهلي طبعا ضاعف بقى للمشكلة كمان الأجواء مش هقول الأجواء مش هوصفها بأنها أجواء غير رياضية هي أجواء رياضية لكنها ملتعبة جدا بنسبة جميلة جدا أجواء رياضية وجميلة وبنشوفها كتير يعني بالزبط لكن لكن ممكن تشكل لو لعبتك مش على المستوى الإرادي والتحدي على المستوى المطلوب ممكن تأثر فيهم جدا وده اللي يحسب جدا ويخلينا ما نتكلمش كتير قوي في النواحي الفنية أثناء المباراة بشوطيها لأن المباراة بدأت أولا بهدف مبكر لفريق الرجاء فده ألقى على لعب الأهلي مسئولية كمان كبيرة الفارق اللي انت ده بيفكرني شوية بمباراة مصر والسنغال يعني تقريبا الجون جيه برضو في وقت مبكر فانتهى الفارق اللي انت رايح به يعني انت رايح أساسا ومحتفظ بفارق هدف فمعنى ان انت تفقد هذا الفارق في الدقائق الأولى لكن انا بعتقد ان فرقة النادي الآلي اتعاملت مع هذا الوضع وإضاءة راكل الجزاء برضو اعتقد ان ده بيقعد أكتر طبعا ما أنا لسه أقول حدودك ايه رغم كمان ان انت قدرت ان انت تتخلص من المشكلة اللي ترتبت على إحراز الهدف بتاع الرجاء انت كمان أضعت ضرب الجزاء في وقت مهم جدا انا بعتقد برضو يا ساز جمال ما عرفش صح ولا غلط أنا بشوف ان النادي الآلي الشوط الاول تحديدا او الشوط الاول ما بعد الهدف اللي دخل فينا واحدة من أفضل 40 دقيقة ما هو ده الفرق يعني لما تيجي تقارن المباراة دي بمباراة مثلا منتخب مصر والسنغال اعتقد ان منتخب مصر لم يتعامل مع مباراته أمام السنغال بنفس الروح نعم يعني وهنا ده شيء يحسب جدا للعيبة النادي الاهلي انه هما بعد ما جي الهدف في دي أربعة أو حاجة كده مبكر اه مبكر جدا تحولوا واصبحوا بيلعبوا على ان هما خلاص ما بقاش فيه الفرق اللي انا محتفظ به اللي هو مريحني فبلعب على اني اولا ان انا لازم اجيب جون لما يضيع كمان فرصة احراز الهدف من خلال ضربة الجزاء لا ده برضو يعمل رد فعل سلبي على فرقة النادي الاهلي ومع ذلك لم يفقد الفريق تماسكه وسيطرته الى ان احرز الهدف قبل نهاية الشوت الاول بدقائق يعني يعني في الدقائق الاخيرة فمسألت بقى الشوت التاني انت تلعبه ازاي اعتقد ان الاهلي كان خلاص متحكم في الريتم احجيلك في الشوت التاني يا أستاذ جمال انه ده مهم جدا فضلا مع بداية الشوت التاني ماشي كانت البداية معقولة بالنسبة لنادي الاهلي يا أستاذ عصام ولكن بعد كده فوجئنا الحقيقة بتغيير وانا بتكلم في الموضوع ده ليه يعني لانه لازم اتكلم فيه ان مصر الاهلوية كلهم اتكلموا في هذا العمر لماذا تم تغيير حسين الشحات لما عدت فكرت لقيت ان من الممكن جدا وحرك برضو صحاحلي لو شايف وجهة نظر مختلفة ان لقيت ان ايمن اشرف لما نزل قفل مع علي معلول الجابهة دي لانه كانت مفتوحة سنة شوي او كانش فيها ناحية دفاعية اكتر سنة شوي هي دي قد تكون يعني رجاحة التغيير من وجهة نظر سيد موسيماني كان هيعملها عاملة بحسين الشحات او بغيره لكن الاول بس عطفا على الفارق بين ما قدمه النادي الاهلي وما قدمه منتخب مصر هو فارق اداري قبل ما يبقى فني بمعنى استجاب مسؤوله النادي الاهلي لان التحفظ على ما قد يحدث والتواصل حتى دون اعلان للميديا لانه الاهلي بينه بين المغرب النادي الرجاء مصر والمغرب ده الكلام الكبير اللي يتقال دولة واحدة وهناك ايضا بروتوكول بين الاهلي والرجاء فكان التواصل مش سرا لكن في المضمون يعني تواصل النادي الاهلي مع معالي السفير المصري هناك رجل محترم يؤدي عمله تواصل مع مسؤوله الكاف المنظمين وقرأ على اللاعبين انه مش هتنزلوا الملعب غير المؤمنين واعتقد انه كان فيه ليحة كمان بتقول حين ترى ليزر عود الى الدكة وهذه هي الادارة المحترفة مئة بالمئة من غير بقى ما تصير ضجة ولا ازازة تتحدف فتروح رددها للمدرج ليه؟ لان انت كمان تقالك ضمن منظومة الحوار الاحترافي ده ان دي مش المغرب دي مجموعة صغيرة وهذه ملعب تلتاهب طبعا تلتاهب تلاتة اربعة يعني زي سيد الفاضل لكنهم بيقدروا يعملوا الزخم ده وعلى فكرة هناك فرق بين امن الملعب بقى والموظفين وزي كانوا مشجعوا بين الشرطة المدنية اللي لما تواصل مع السفير مع مسؤوله الدولة بقى المغربية فورا الشرطة امنت واغلقت بس كان الملعب تمال وبالتالي ضبطوا ما تبقى من اوقات في السكة دي اللي هي شوية الحماس وبعدين فنديم احنا شفنا هذه العلاقات يا فسوز عسو ما بعد نهاية المباراة لما ننسى جاء لحضرتك ده أثناءها كمان ما بعد نهاية المباراة تحديدا هو لو انت بقى يعني لكن العلاقات المباراة لا هي لو الكل مش حكايت بس العلاقات خلاص صلى دي من افضل تقريبا العلاقات العربية العربية لكن كمان انت بتتكلم على ما تم خلال وأثناء المباراة الذي يؤكد أن كتيبة موتورة غيرا ما تتكلم عن شعب لا جوز ولا صح وده اللي قاله كابت محمود الخطيب واللي أكده معالي السفير والتكريم الرائع لرئيس النادي الرجاوي من الكابت محمود الخطيب إيمانا واعترافا بما قدامه النادي ومنظومة الدولة المغربية لكن على الكاف تعود هنا لاحترافية أيوة أستاذ عصام إحنا إمتى أنا بجد والله أنا بقولك بقى أنا لما شفت ما فعله جمهور ليفر بول في مباراة من شست الونايتد مع رونالدو ولما جات الديئة سبعة ورفعوا التيشرت بتاعه وكل الملعب بما فيهم المدير الفني بيسقف وإيه الجمال ده لمثل هذه القادة لكرة القدم الحاجات دي برضو ما تظلمناش كشعوب عربية هذه الأشياء تغرز كما المدرس والتلميذ حين يعرف التلميذ إنه لو ما راحش بكرة حافظ النشيد هيتلاسوع هيحفظه ما تسيبوش لنفسه وتقول لي ما لك ما ربي قال من عند ربي ده برضو بتبقى واحد في المية إذا حدثت ما هذا ما تكلم عن الاتحاد الأفريقي إمتى بقى ما هو ده اللي بقوله حضرتك يعني إنا دايما بنتكلم عن الحكام بنتكلم عن عدم التنظيم كابتن كل ده محتاج جيل لكن الأهلي خد بقى بالأقوام وتصرف بمسؤولية واحترافية حتى نبارك أولنا هو ده المهم أن الكابتن سيد عبدالحافيز لعب دور غير عادي ولأول مرة يطلق في أفريقيا أنا أمين على يعني بضاعة بتاعت النادي الأهلي تمنا مئات الملايين لن أجازف بها مش مجرد أرواح بشرية أمن للملعب تلاقيني جاهز لأن أنا أعرف المغرب أكتر منكو أكاف لكن ما يحدث يثير القلاق الراجل الأمني أمن وخرج اللعبين للتسخين كابتن سيد فتح لسبيكر مكالمة الكابت خطيف سمعوها الشباب في القوضة أنتوا في بلدكم أنتوا كذا أنتوا مفيش أي حاجة كل ده مجرد الاتهاب من مجموعة انتقى الأمر يا شباب نزلوا سخنوا وأدوا المباراة المباراة في مجملها التغيير اللي حصل بيدل على أنك أنت أنا أوام بقى أن الناس تقول إيه عشان الحكاية دي زادت قوي زادت ما بين كراه الأهل اللي عايزين يطلعوا القطة الفطسة بدعوة أنه لازم موسماني يحصل عنده أب جريد أو يتغير خالص وبين محبين أهلوية حقيقيين برضو عايزين يحققوا المعادلة الصعبة بتاعة الأداء الأفضل والفوز لكن أنا الآن بقى أنك تسيب بقى الموس يعمل اللي يعمله وبالتالي لأن الكرة ربطها بالحظ مئة بالمئة صح فلا تكسره بيدك هو الراجل عمل إيه برضو لا أولاك بعض الأشياء يمكن الحوار حولها عشان كده عشان كده عشان ناس كتيرة تقولك إيه يعني أنتوا هتتكلم يا سيدي هتكلم عن لأن كل الأهلوية بيتكلموا عن تغيير حسين شوفا كابتن هنا هتيجي بس عشان مدهاوش فكرتي قبل بس ما نكمل كم أهلاوي يكلمك سألك السؤال ده لا كتير ما بحذرش والله لو أنا غلط قولي وقدهم مرتين بيقولوا لا ما حدش الكلم أنا بس عايز أكمل موسيماني ليس لديه متسع من الوقت حتى لو عايزين نقول له حاجة أعمالها ما فيش متسع من الوقت لأنه لما بيقول أنا أوصلك وماش عارف إيه وما أعمل إيه لا تعمل إنك تخليهم يجيب يعني تدربوا أكتر فيجيب الجون يعني ومين أجازة يا عم يخدهم تكتيكي خد الفروت فروت والباك باك مثلا يعني أتصوري أنا إنهم عندوش وقت لأنه عايز راحة ربما تكون سلبية مثلا بالوجة نظر الفنية طبعا الجهاز كمان لابد إنه يتمط لأنه مبارح موقف تغيير محمد عبد المنم باعتراف الإدارة الفنية إنهم يعني تصوروا أنه ينادي إنه مصاب لوهم 4, 5, 6, 7 زي ما قلنا لكن برضو ده مش وقت دخول أنا بتكلمه ده وده دخول أفراد جديدة نعم إذن هو يحتاج أن تتركه يستكمل تدوير البطولة الأفريقية وحسنا فعلا نادي الأهل إنه طب من لعبته إنه من هنا وطالع والحمد لله أنا والساس جمال قلنا عندك هنا ده مش حكام أجانب بس نفس النص تقريبا ده لازم يبقى من الخمس دوريات الكبيرة ومن القائمة الدولية اللي فيها خمسين واحد لا يمكن خمسين واحد بالفعل أنا عددهم 49 حكم دولي في الخمس دول الكبرى أي لا يمكن يكونوا مشغولين في وقت واحد زي ما كابتان أصام بيقول لا يمكن وأزا ما طلبوا النادي أزا ما طلبوا النادي إذن أنت لابد أستاذ أصام تعرف أن معلش حقدك في النقطة هذه مهمة جدا وأستاذ جمال برضو معنا بالنسبة للموضوع التحكيم وحضراتكو أساة زيتنا في الموضوع ده كل ما يثار خلال هذه الفترة أو كل اللي هما بيرموه من لجنة التحكيم أن النادي الأهلي ضد التحكيم صحيح لا أنا أقول صحيح أو بيحاولوا يودوك للاتجاه ده علشان تبقى قاعد لو أنت كواحد أهلاوي يقول الله وفعل يا جماعة لا يا جماعة لا يا جماعة وفي ناس بتصور لك أن النادي الأهلي مش هياخد البطولة غير بالحكام الأجانب ده مش مش حقيقي طبعا أنت لو أديتني حكام كويسين في ظروف عدالة للمباراة هلعب واكس عدالة لفرح على فكرة المساواف الظلم عادل اللي هي ظروف العادل يعني لو أنا مسلمتش على حضرتك مسلمش على أستاذ هو غلط غلط ولكن المساواف يبدأ في المساواف أنا أعرف طبعا حضرتك أعرف أستاذ جمالي من قول الجمهور العظيم ده اسمها نفس المعايير طلقتني على لعبة تطرب جمالي الزهري على نفس اللعبة حتى لو اللعبة دي أنت شايفها أنت حر بقى لناش دعوة لكن معايير مختلفة لا لعيبي قابل حكم ياخده بالحضن لا واللي مش عارف واحد هو في هزر معاه لا اتين تلاتة هو الحكم لازم حكم يروح دورة رمضانية إزاي يعني أنت بتهرج دي معمولة للمعتزلين فعليا في الأيام الكرنفلات دي سيبوا حاجة للمعتزلين ممكن ما يكونش العالم عنده يعني رمضان في ديانات أخرى لكن عنده كرنفلات أخرى لا يمكن يا كابتن تجد فيها حكم صفارة أو راية يعني من الفيلد أو عامل يجي عشان يدير يا جماعة بتكسرش الهاجز القاضي يا كابتن إسلام حين يدخل إلى الجلسة والخصمين موجودين لو يعرف واحد فيهم بيستشعر الحرق يا راجل مش بيسلم عليهم أنتوا بتهرجوا بعدين تقولوا النادي الأهلي النادي الأهلي ليه قال حكام أجانب لأنه رفض أنه يجيبوا أجانب يطور التحكيم طب خلاص بقى يبقى أنا البولة اللي أنا شغال فيها الصناعة اللي بتضر أرباح أنا لا بستلف ولا باقترض بل على العكس أمول فرقي عندي مبيعاتي عندي 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 خسائر فلوس مش بس ألقاب الموضوع مش هواية وحسنا نفعل النادي الأهلي إذا جيت أنت بقى لفكرة أنا 70-80 مليون ألاوي بتحنق دمي يعني أنا بقى قاعد أنا إسلام هو أنا راجل أهلاوي فتيجي تقعد تتفرج على المطش طب خلاص جات كرة مثلا الحكم لازم يروح للفار خلاص مايروحش أبقى قاعد أنا بقى إيه ماسك شعري وأحملها وما خفية كان أعظم نعم وما خفية كان أعظم الحوارات اللي بنسمعها ولما تيجي تقوله اسمع الفار لو سمحت فيقولك من قالك أن الأهلي عايز يروح هو يسمع الفار ده بيقولك أعمل كم العالم النموذج بيقول أي حاجة خلافية واحد من لجنة الحكام واحد من لجنة المسابات واحد من رابطة الأندية المحترفة اللي هي مسؤول الأندية قالك النادي وقاعدوا يترياءوا على طبعا عشان يبقى وظلك الصح لا يا فندم اللي عمل كده هو مش فاهد لا فاهد طبعا بس هو مش عايز حاجة صح طول ما ما فيش حاجة صح طول ما هم سيطن معلش ممكن تقولينا الصحة تاني يا سيد عصاب الصحة كبت البروتوكول بيقول أيوة في كل العالم يعني مش عصاب شالتوت اللي بيقول لا مش عصاب شالتوت اللي بيقول ناقل وعلى مسؤوليتي لا أنا بكلم عن البروتوكول أنا بقول لحضرتك أنا ناقل وعلى مسؤوليتي كمان وأنا قلت لحضرتك قبل كده هنا من فترة أتمنى مرة حد ينظرنا أو يشتكين أبقى ورقة في ملف فساد عارم تمام وبالتالي البروتوكول بيقول كل المباريات الملتبسة لهذا وضع الصندوق الأسود زي الطيارة ما تقع والعزب الله أو السفينة عشان يعرفوا إيه العزب فلوس التعاوضات دي الشركة اللي هتدفعها ولا الهوى ساروخ أرض أرض ولا عب تصنيع وبالتالي بيروح مندوب الحكم أو التحكام اللي هم اللي بيديروا الموضوع وبيروح واحد من الاتحاد الذي يدير اللعبة والمسؤولين عن الأندية اللي هي ربطة الأندية المحترفة عن الصناعة دي الخسارة بالنسبة لك مش حرق دمك يا جمهور حرق فلوس يا إما يبقى الحكاية مال لا والله أنا بالنسبة لي حرق دمك لا أنت الجمهور يا كابتن أنا بكلم عن النادي النادي طبعا النادي كده يبقى فيه بقى إيه مال اللي بيسموه إيه بضعف سادها الهوى هذا الثلاثي يجب أن يسمع مش عايزينه يعلن عايزينه ياخد قرارات فيبان أنه فاعل ياخد قرارات بقى بإعادة مباراة باستبعادة حكام بتثقيف حكام بحكم يروح سنة ياخد لابتدائيات تحكمية مثلا من ألمانيا وييجي أي قرارات فهيبان أنه أناك تدخل لكن لما يصغروا الموضوع كده أنه النادي الأهلي عايز يسمع يبقى كده بنهزر بنهزر فعلا مش عايزين نطورها يا كابتن طب هم هوافقوا ليه يا أستاذ جمال أنه يجيبوا حكام أجاني هوافقوا ليه أن الأهلي عنده حق عنده حقية الأول فضيعة كتا تحصل إذا لجأ الأهلي للفيفا يا أم أنتوا بتقولوا إيه تم هيبعت اللي سلايدز اللي عنده وكل الحاجات دي بالأجناب والسيديات والحركات وقت روح على هناك ما هذا ده اللي فيكم بياخد تذكرة في مطشي مثلا بتاع السومال وبنين مش هودوه مش راح بقى يحكم مش هودوه أصلا ضيف على الكاف ليه لأن الفيفا عرف القصة زي مبارح مبارح الأهلي قدم حزمة إجراءات كما يطور دائما أنه بعد المباراة قرر أن يمد يدو بشكوى تتضمن ما حدث اللي حضراتك بتقوله بقى هو راح ليه وما راحش ليه هو عمل إيه وسوى إيه وهكذا هو يشكو من يديره هذه الصناعة أما بقى عن الأجزاء الفنية فأنا بقول لحضرتك هذا الرجل الموسماني يتركوه يعمل في صمت حتى تنتهي البطولتين الدوري والحضاشر بتوقيت الأهلي أو نسميها التالتة بتوقيت الأهلي في أم الدنيا مصر ثم من لديه دفع جديد لحمود الخطيب باعتباره المفاوض بالشأن القارود لللجنة الفنية أو للشركة يدلي بدلوه وأكيد هينظر في الأمر ما هي النواقص كيف تستكمل طيب أستاذ جمال برضو بما أننا بنتكلم عن التحكيم هنا تكلمنا عن التحكيم المحلي طيب التحكيم الأفريقي برضو إحنا عندنا أو كأهلوية برضو شايفين أننا عندنا مشكلة كبيرة جدا المباراة سانداونز هنا في استاد الأهلي والسلام كان من الممكن أو كان يجب طرد حارس المربع لما مسك الكرة من بره والعالم كله شافها معنا الحكم التحكيم الأفريقي عندنا مشكل معانبارح راكلة الجزاء اللي ضياحها علي معلول ولكن لو تبص في راكلة الجزاء خمس ستة لعبة من الرجاء هو هو الثامنتاشر وكان يجب أن تعد هو الأول شاور إشارة على فكرة وسحبها في الأول ولعبت الرجاء كانوا هيقف الأرض قال الرجل اتحرك من على الخاطم بس للايمان وقال الرحوم قفلين الموضوع الكلام على المخالفات ومستوى التحكيم الكلام التحكيم الأفريقي ما هو حتى لازم نعترف أنا عندي ماتش أجل نهائي ماتش نهائي لأن التحكيم الأفريقي نفسه بعافية بس هي الميزة اللي أنا بشوفها في أداء الأهلي في ظل هذه الظروف وده اللي يخصني أو ده اللي يهمني أن النادي الأهلي يعني معلم لعبته وولاده أنهم يتعاملوا مع هذه الظروف بعيوبها ما أنت النهاردة مش هتقدر ما تلعبش غير لما التحكيم يتحسن سواء في الدوري المصري أو في البطولة الأفريقي ساعة هتلعب طبعا هتلعب هتلعب لكن إزاي أنت لعبتك تفصل ها تبقى محاطة بسياج زي ما حصل مبارح النادي الأهلي تحدى كل الظروف التوتر اللي محيطة بالمباراة دي نمرت واحد سواء من الجماهير أو 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 كل أو من المنظرين شكل عام كل الظروف النادي الأهلي عزل نفسه تماما مصبوط يعني أنا دي من الأشياء المهمة جدا اللي تخليك تبقى فخور ولذلك أنا قلت كده مبارح النادي الأهلي لما بيكون أنت عايز تحقق هدف وعارف هدفك ورايح تحققه بتنجح في تحقيقه صحيح وبعد كده زي ما قال برضو السيد أصام أنت بترصد المخالفات وبتتقدم بيها بس من منطلق مختلف من منطلق أن أنا عايز أطور أيوة أو شوف اللي جاي هذا لصالح هذا لصالح الأفريقية أنا بعتبر ده بعتبر ده شيء رائع جدا بيقوم بالنادي الأهلي ودوره لأنه النادي الأهلي دوره كده دايما ليه يا أستاذ جماعي لأنه هو كبير أفريقي بس برضو يا جماعة أنا لما أتكلم أو لما الأستاذ أتكلمه على كبير أفريقي لأنه هو كبير أفريقي بالأرقام فعلا وإحنا مش بنجمل يعني مش بنقول يعني كبير أفريقي أو كبير مصر مثلا يبقى كلام وخلاص لا الحقيقة إحنا بنقول وإنت هتختلف على أن فيه كبير ما هو كبير فعلا كبير أوي كبير جدا لا هو الفكرة كلها إيه أنه نادي الأهلي كان ممكن ينسق مبارح لهذه التوترات وهذه الأمور الخارجة شوية يعني أنت فكرتك اللاعبية أنا فكرتي الإضاءة أنا بعمل إيه أنا كنادي وكفريق وكبعثة وكلاعبين وكجهاز فني أنا الأول قبل أي حاجة لازم أحقق الهدف اللي أنا عايزه بعد كده بقى أعترض أعمل ملفي الغالي في ذل الأحداث اللي بنحكيها دي لم يلوح مثلا وكد لعبت ودخلوا من القوضة أو اللي قول مش هلعب لا خالب هي بالخلاصة كده هو شغل معلمي شغل معلمي في ذل ما أنت عارف أن أنت عندك مشاكل في التحكيم المصري وعندك مشاكل في التحكيم الأفريق هل ده معنى أنت مش هتلعب تقعد في البيت يعني لا حلعب بس هحافظ على حقية لعبتي وحقوقهم ونقطة كمان يا كابتن إسلام أنا لازم أكسب غير أن أكسب طبعا أنا ممكن يا فنم النادي قال لي أكثر المتضررين بخسارته للدول للسنة اللي فاتت وخمستاشر نقطة السنة اللي فاتت بسبب التحكيم المصري لكن أنا بقى دلوقتي افرد أنا حصالي الظروف دي في المغرب مع كل الاحترام طبعا للشعب المغربي الشقيق افرد حصالي الظروف دي وأنا استسلمت لها وتجريت لها حخصر وبعد كده هقدم شاكو مش هجيب نتيجة لا أنا أعمل الأول كسبان وصعدت وحققت اللي أنا عايزه وبعدين أكتبلوكو ورقة فيها ملاحظاتي على تطوير التحكيم وتطوير التنظيم والكلام ده كل كذا كذا زي ما احنا سأخنا شوفنا ده في السنغال برضو مع منتخب مصر بس انت في السنغال انت في السنغال محدش عمل حاجة استباقية يعني لم يكلف أحد نفسه أستاذ جمال انه ينزل جاري يقول لمنصك الأمني مش هلعب محدش قال لي لعبته تعمل وده اللي احنا قولنا لو الإدارة الفنية لمنتخب مصر عملت الإجراءات دي ووسقتها وتقدمت بيها قد يكون موقفك أقوى طبعا لكن الآن أنت مصيرك في أيدي الآخرين مضبوط وبعدين اعتماد النتيجة خلاص لما حصل وده اللي حصل طيب ثلاث قرارات أولهم يزبط اعتماد النتيجة كبارات مصر والسرعة طيب خلينا نطلع فاصل وبعد الفاصل بقى هنرجع عن الدور نرجع نتكلم مع أصدقائنا وزملائنا الأسادزة الكبار في الدوري العام المصري وحنقفل الصفحة دي ازاي وحنفتح الدوري العام المصري في ثلاث أيام بعد هذا الفاصل أهلا وسلام بحضراتكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين أستاذ جمال برضو لما نجي نتكلم عن أن احنا كل شوية نقف الملف ونفتح ملف لا يكون فعون اللاعبين والجهاز الفاني ولكن في النهاية هو ده النادي الآلي وقدر النادي الآلي هنقف الملف البطولة الأفريقية وحنفتح ملف مباراة طلاعي الجيش من الأربع القادم في ظل ظروف صعبة كتيرة جدا بيمر بيالنادي الآلي رقم واحد طبعا هيكون الإجهاد بلا شك ولذلك أنا يعني ناس كتيرة بتختلف مع مسلماني أنه ده أنا بقولها هو بينتهز أي فرصة ويدي راحات لللعيبة ممكن أكون أنا غلط يعني وارد وارد أبقى غلط جدا بس حب أنا وهو غلط وممكن ناس كلها رأيها صح بس أنا بشوف أن لعيبة النادي الآلي مع هذا التداخل في البطولات وبعين خلي بالك كابتن إسلام مش تداخل لحد بيشارك وخلاص لأ ده تداخل على المركز الأول ومطالبة دائمة للعبين بالحصول على اللقب فبالتالي الراحة مطلوبة يعني زمان بقى بس إحنا إحنا لعبنا قبلوكو شوية كتبكرة جبس أياما مش كتير يعني سنتين تلات لا مثلا نقول سنة ونص بس كان إلا مش على المستوى بتاعكم يعني لكن على الأقل أنا كنت بحس كده إن اللاعب الكرة أحيانا يحتاج كابتن إنه هو يبقى بعيد شوية عن الملعب يريح بعيد عشان يرجع تاني الأجهزات المحترفة كده بيبقى فيه نوع من التشوق بيفرد بيفرد عليه خلال أجهزتهم كابتن إسلام عاصل في الأجواق دي إنه يلعب تانيس بالمهم ما لعبش كورا أحيانا هتأخذ البطولة دي هتروح البطولة التانية لازم تكسب هو بيخش المحلة مش بيتفرج لازم بيشتري كل المحلة مسألة برضو أنا بشوف إن هي مسألة صعبة جدا ولذلك الوحيد القادر على اتخاذ القرارات في هذا الأمر لأنه هو اللي شايف اللعيبة هو المدير الفني فده مهم جدا لكن دايما الناس اللي بتيجي تتكلم عن بيتسو موسيبيني يعني في المباراة خلينا أتكلم مع حضرتك بمنتهى الصراحة على أنه الناس كلها سألت في هذا الأمر على حسين الشحايا وعلى وجود برسة وعلى نزول صلاح محسن ثلاث تغييرات اللي تعامل صلاح محسن الناس كلها بدأت تتساءل هو فين يعني أنا جالي إحساس ما عليش قبل ما تكلم جالي إحساس إنه صلاح محسن ده مش فترة لأنه بقاله فترة بعيد أنا شايف إنه لما نزل في المتش مباريح لأ كان متواجد وكويت وكابتال سام عكس عكس ما يمكن أن يكون بقواعد أن أنت لعيب جاي من بعيد أو كده يعني مش هيشترك على طول فالناس لقوه اشترك هي دي هكابت اللي يلعب ونفسنا شدي في كل القول الفصل بقى كبت بعد لا القول الفصل من وجهة نظرنا مش القول الفصل في التيم لجمهورنا برضا عشان ناس تصدقنا الحمد لله هو حر لكن أنا بحاول أقول له أنا شايف إيه زي ما كنت بوافق مثلا الفريق محتاج أيوان فريق محتاج إن الجهاز يتمط شوية أنا موافق كذا فلان وحش فلان كويس موافق الحل بقى إن حضرتك دلوقتي تكون هادئ ليه لأنه امشي مع الناس بتقولك لا لموسيماني الآن الآن لا لموسيماني خلينا كمل بس هاتو بيكمبور الآن حد بقى في التقنية يعرف كلفة جملة تغيير دي فنيا لا نتكلمش عمدين خالص يعني ايه فريق عظيم كبير بياخد بطولات مع مدير فني وغير عجبني مش عجبني مش وقت الكلام أنا مش بقول ما حادش تكلم يعني إيه الحوار يدور حوالين شرعانة شيء مش في قدمة زي ما لأستاذ جمال قال لأنه هو القابض على الأمور طب بيعمل ايه بيجيب بطولات خلاص إذن البطولات بياخد بطولات عشان الأداء مش عجبني ده لسه بقى أستاذ جمال لأستاذ أتكلم أن نتطور الأداء إزاي هذا ليس وقته على فكرة هذا ليس وقته برضه لأنه أنت مهم جدا أن تؤمن بالرجل وأن تدفع بمزيد من الثقة ل والتيم كما تفعل الإدارة أنا مستغرب جدا بجد والله أستاذ 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 جدا أن أنا أبقى لأ ممكن أقول زي ما احنا بنتكلم كده أن مثلا جمال الزهري وحش النهاردة أصلا أصلا شلتوت ماشي وجهة نظر صح طب مفروض كان يغير بس ماخد قرار إنه يمشي لكن في النهاية كويس يا مسلمان انتكسبت يعني لكن ده ما بيحصل يعني تعرف لا أكمل بس لأن النقطة مهمة جدا الناس بتعمل إيه زي ما أنا بقول حالك كده ده وحش وده ما نزلش فلان وده ما طلعش علان ومش عارف ايه ونزلش ومعملش وبتاع ما بيكملوش الجزء الأخير بقى بس كده اللي هو إيه بس برافو يا مسيماني أن انت سعدت بالفريق للدور قبل النهائي في ظل هذه الظروف وفي ظل هذا الإيجاد وفي ظل كمل بس الكلام حضرتك إذا إمت مطالب أي وجهة نظر لصالح النادي الأهلي تقال في موعدها موعدها إمت مع انتهاء إجراءات البطولات التي يشارك فيها الفريق وإلا مع احترام يعني مين يفهم في الكور أكتر من الخطيب محسن صالح زكريا طبعا أنا قصد أقول أنا جاب يعني جيل وكمان ما قبل كابت حسام غالق دي كمان دخول جديد مع برمجة جديدة بقى ويتبقى فيه فيجن أوسع ومن الآخر فيه ياسين بيمن تعمل لسه بقى الشركة لسه بقى ده انت عمل تدرس ورق مش شوح تمشغالة على طول ليه هذا رجل يعني يعني إيه قال وهو رجل بطبيعة الحال يعرف معنى الاستثمار مضبوط أما الأهم فهو أن انت بتتكلم عن كرة قدم محترفة صناعة إزاي تتكلم في ده وتنسى أن الدور الحقيقي هو ما تفعله الإدارة تهيئة الأجواء للصانع اللي هو موسيماني وفريق الانتاج اللي هو اللعيبة وقفين على الماكينات عملين يغلفوا ويحطولك انتهت بقى الشحنات تعال بقى نفرز معاه ليه وعليه ونقول ده تطويره إزاي ثم يبدأ من جديد دوران هذه العجلة مرة أخرى لكن الكلام ده ما عادش ينفع دلوقتي لأمان أشكرك أولا أن أنت استخدمت لفظة عجلة الانتاج أيوة طبعا ما هواش قرار سهل قوي أن أنا بقى قاعد كده أقول يا جماعة ستوب غير الموضوع ماشي وماشي كويس يعني عايز أقول إيه بردو تكملها لكلامك أن حتى الآن الفريق يسير في الطريق الصح أي في المحصلة جايب أعلى تارجت اللي هو البطولات بالزبط إزاي أنت توقف الانتاج ده عشان تقولي إيه أنا ممكن أجاب لك تغليفة للشوكولاتة أحلى من دي إزاي يعني إزاي بمناسبة عجلة الانتاج بردو أنت عندك واحد من أساطير كرة القدم كابت الخطيب بعيدة عنه رئيسي النادي ومشرف على الكرة وكذا ولكن أساطير كرة القدم وبالتالي عندك على ناحة الثانية لما تيجي بتقول مثلا كابت خطيب أسطورة في كرة القدم ما تيجي تقول مثلا ياسم بمنصور ياسم بمنصور أسطورة في الاقتصاد طبعا والاقتصاد العام ما شاء الله ودي فلوس يعني بتاعتهم ما هياش يعني بشان بالتالي أنت عندك أسطورة في الكرة القدم الأهم بقى اللي يستطيع أن يدير أو حيدير سياسة الكورة من خلال طبعا مجلس إدارة النادي الأهلي مع شركة الكورة يوصلونا لحاجة جمهور الأهلي عائلة عالمية وعلى فكرة هو ده ما هو معليش يعني مين هكلي فرقة في العالم بتجمع طول الوقت في كل المباريات بين الأداء الجميل وتحقيق الأهداف لا في كل المباريات لا ليفربول برضو كتلة في المباريات لكن أحيانا يتعصر بتعدي عليه ومش ماتش واحد بيبقوا ماتش انت لا ده رابعا لا مش انت غرب مرة من قاستو مش فكر من مين يفعل يا كابتل اقول لحضراتك بس آخر حاجة الجمهور لازم عشان في حد بيدسها ان هي فكرة ده راجل محزوز عشان يعرفوا بس ان الخطيب ده راجل بتاع كورة ألحظ وحضرتك طبعا بس أنا مش سايبك لآكل عشان انت نتعكم بنا لأ في المقولة هو مش بيجي أحيان يا ناس يقول لك يا شوية حظ بعد ما تتم لعب وكسر الدنيا كيف توقف مدرب بيصنع ومع فريق انتاج ومحزوز طب انت عايز تاخدر حظ ترميم البلكونة لا هات واحد كفء جدا وبيدير المباراة كويس جدا وعشرة على عشرة ومنحوث ما انا بقول لحضرتك ده اجبتالي الناس هو اجبتالي الناس لا مش بالضرورة احنا برضو مش بنلعب على فكرة ان الحظة واحدة لكن ده في ركاب الكورة صح او لا يا كابتون مش بتحتاجوا وانتو بتلعبوا الحظ لا يأتي لمتكسلين وبرضو في نفس الاطار انا احسف جدا لان انا طبعا اترك ده مبارح على بيني سبورتس بعد المباراة انا اول مرة الحقيقة وانا اعرف عشق طبعا كابتون واقل الجمعة للنادي الاهلي وحبه الشريطة للنادي الاهلي وكل الكلام ده لكن انا مختلف مع صديق العزيز واخوي يعني كابتون واقل جمعة في اللي قاله مبارح بعد المباراة الحقيقة لانه قالك يعني انا نفسي نادي الاهلي يكسب البطولة ويمشي هو ممكن اقول لك حاجة بس كابتن واقل ينطبق عليه انه ده المحب الحقيقي لكن كابتن واقل بس ما قالش للنادي انا بس عشان شايف اللي في نازل التقاط عليه اتضغط عليه من يوسف شيبو انا بقولك بقى معلومات بره الهوى يا اخي اللي بيلعب ليه كده يا اخي فهو اللي بيلعب كده ايه ماشي كابتن جمال انا بقوله كل حاصل فقلب جمهور انا نفسي بقى بيرد عليهم لا الاهلي لازم يلعب احسن من كده الاهلي عنده احسن من كده الدهشة اللي عندي لان هو مش في الفصيل التالي الفصيل التالي بيحطها سم في عسل اعتقد واقل ما اعمل ايه لا لا واقل اللي عارف اكتر مننا يعني معلش ممكن ان الكلام ده مهم جدا نطلع فاصل بس اخير وارجع اتكلم مع حضراتكم في هذه النقطة وزي ما قلت لحضراتكم بسمع بس وجهة نظر اسات زيتنا في الاختلاف المحترم الحقيقة مع واحد من محبين النادي القالي ومن عشاق النادي القالي كابتن واقل جمعة ولكن في مقاله امس الحقيقة ولكن نطلع فاصل وبعد الفاصل نبدأ على كابتن واقل اهلا وسهلا بحضراتكم مرة اخرى كابتن واقل جمعة برضو كنا متكلم قبل الفاصل كنا متكلم عن اختلافنا مع واحد من اكبر واهم ومن افضل لعبي كرة القدم في مصر النجم الكبير كابتن واقل جمعة طبعا واختلاف يعني اختلاف طبيعي جدا اختلاف محبي عندنا ثقة كبيرة جدا وعندنا انا شخصيا انا اعرف ان واقل يعني ده واحد ممكن يحصل له حاجة لو النادي القدر الله يعني ومحدش هيزايد على واقل الجمعة ولكن نختلف معاه فيما قالوا الحقيقة انا احنا بنختلف بس مع ايه دي وجهة نظر وعلى فكرة هو مش كابتن واقل جمعة بس هو اللي احيان هو اللي نادي بهذا الامر فيه ناس كتير فيه توجه فيه كتير منهم لعبين وجهور محب وجهة نظرهم انه كذا صدقني هو توجه مش كتير هو توجه اه كتير ولكن هما مش اهلوين هو بس انتعذك بقى الفرق اللي قلناها بالفاصل ايوا هذا محب وذكا يدوش لا بس انا مش علش من ايه لكن واقل من المحبين ايوا هذا هو الفارق يجب ان احنا نزعل من كابتن واقل جمعة ليه لان احنا عارفين هو نيته ايه اصلا يعني هو عايز الاهلي كابتن انسان بيقول ما بقى فيه ناس عمالة برضو عايز اطلق على كل انتصار الاهلي هو عايز الاهلي في اكمل صورة وده اللي كلنا عايزينه يعني انت نفسك الاهلي بقى بيلعب حلو قوي وبيكسب زي مثلا فرحة الناس بالفوز على الهلال السعودي كان فيه اداء ونتيجة مش ان انت خدت ثلاث عالم بس ولكن اداء ونتيجة وكسبت فريق كبير بس ده على فكرة احيان كتير جدا يعني ما ببقاش متوفر يعني انا بتكلم كله دايما نحكم على الظروف التي اقيمت فيها المباراة انت محتاج ايه من المباراة وعملت صح ولا لا انت عملت الصح طب ما هو زي ما كنا بنتكلم في الفاصل الرجاء لما جاب الهدف بتاعه عمل ايه خلاص هو اعتقد ان المهمة انتاز الرجل بيقول لهم اقعد 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 رشيد التوزي ولكنه لم يعلم وهذا من حسن حظ الاهلي هذا لم يعني خلاهم هم ناسيين ان ده الاهلي برضو يعني ما هو انت قدام هو حتى يوسف شيبوف يوسف شيبوف يوسف شيبوف في الاستوديو على طول بقى مقدرش يكمل الماتش صدقني ووسال لكن مع ذلك حالة فريق كبير وكمل ورفعت علي معلول جابت الجمع أنا بقولك أنا بحية علي معلول لأنه هو رجل المباراة هو فعلا تم اختياره رجل المباراة وحمدي الحياة حمدي فاشه وطبعا بيشيناه الرجل الدار للرقات الحياة يعني حرام يعني وعلي معلول الحياة كان له دور برضو مهم جدا ولعب مؤثر فعلا لا شخصية يا أستاذ جميل مختلف في مثل هذه المباراة أنت بتنتظر شخصية اللاعب طبعا يعني إمتى يرفع أوبر وإمتى مرفعش أنا دي شخصية النادل هال اللي لعب في الأجواء دي يا جماعة مظبوط في شخصية الفريق وفي شخصية لاعب اللي هو أنت تقدر تعتمد عليه في المواقف الصعبة وممكن لما يعني يفشل في إحراز في تسديد ضرب الجزاء هو بيستفيق ويعود مرة أخرى بنفس القوة ويبقى مصر على أنه هو يصلح ده ما دي واحدة من المواصفات يا أستاذ جمالة كابتن الإسلام اللي بتكيس على أساسها هذا اللاعب يصلح مع فريق كبير ولا بس هو شوية كده ومتلاقوش فإحنا لازم نقول لبردو كابتن نواق الجمعة إحنا متفاهمين لا لا بالعكس هي وجهة نظرك تماما ونعرف جيدا أن نيتك في هذا الأمر زي ما قلنا إيه محب اختلاف محبين أنا شخصيا بختلف مع كابتن نواقق وانا بختلف مع اختلاف محبين بردو لكن برضو للجمهور هو أحد يحط وقال ما اللي يحطه السم في العسل لا خالص لا يجوز لا مفيش حاجة تدفعل كده والراجل كل اختلافه ده مع موسيماني اختلاف محبين فعلا هو نفسه النادي الآلي لا وهو يا سوز عسام ودنا للسكة لا ده حصل بالفعل حصلت يعني هو عنده الأمبار جوه تعرف لمة للسيديات تعرفوا جنسيات مختلفة كمان يعني مش جنسية واحدة وضغوط جامدة بالأمانة يعني فوديتك للجمهور لا ده الأهل أحسن من كده فهو أقول لهم آه أحسن من كده طيب ما هو أحسن من كده يعني لا المطلوب من أن أنا أنا برضو كراجل لما جا فكر في الموضوع كان أهلاوي مش أنا أي حد هايقول لك أنا ما هو طيب أنا وصلت للدور قبل النهائي لتالت مرة على التوالي أي وقيل وأنت كمان قلتها كابتل يعني هو الرجاء يعني كان في أفضل حالاته باتبار يوسف شيبو مثلا موجود طب ما أنت هشام الخلصي قاعد برضو طب ما الترجي طب ما الترجي روح كلنا بنعدي بالظروب يعني كلنا بنعدي من الأفضل اللي بيحقق الهدف لا دا الأهلي بقى بيكسب أي ظروب بيعبرها الأهلي الأفضل اللي هو حقق الهدف اللي هو عايزه يعني أنت وإنت مسافر المغرب أقصى أمنيات أي حد مشجع أو محب للنادي الأهلي التآهل إنه هو يتآهل حيتآهل بالفوز أو حيتآهل بالتعادل فهو عمل ده وحافظ عليه يعني مع الاختلاف بقى في التغييرات ومش التغييرات هقولك حاجة من ضمن الحاجات اللي ممكن التشكيل اللي بدأ بيه النادي الآلي مثلا بدأ فيه طاهر محمد طاهر صح ممكن ناس كتيرا ما يجيش في دماغها أنه يبتدي بطاهر الحقيقة اه طبعا بس هو الأقرب وطاهر كان كويس لا أنا عندي جملة أم أنا من هنا ورايح الحقيقة يعني إيه هو موسيماني بس اللي يقول لغاية ما تنتهي الحالة التعقدية بتاعة البطولات مش العاعد نفسه اللي سنتين أنا بقول لك ده ميزة النادي الأهلي فلازم الناس بقى تبقى ربطة ولكن أنا دايما اللي عارفه برضو عشان برضو تبقى ربطة واحدة في الحتة دي يا كابتن اللي هي إيه أنا هناك سيغة اسمها عقد سنتين دي ما لنجدع بعد الإدارة والرواب ولكن في عقد تاني اسمه البطولة والدوري أيوان ولكن في وسط هذه الأمور هذه التحديات الكبيرة جدا والكثيرة جدا أنا كأدارة كأدارة كمشرف على الكورة وكابتن خطيب وكابتن حسام وكابتن زكريا وكابتن محسن وكابتن زكريا بيقعدوا يا جماعة مع المدير الفانس طبعا وبيقولوله إيه هو أنت ليه يعني فيه حاجات بتحصل أكيد أنا معرفش ما عنديش معلومة بدي قوي لكن فيه حاجات زي دي بتحصل مية في المية طبعا إن الإدارة بيبقى ليها دور ومهم وسط الموسم لكن الحساب زي ما احنا فيه دورها بتاع النادي الأهل دايما عشان نترجمها للناس أنها تجلس مع الرجل من أجل إنه يعملوله كل الذي يطلبه زي ما أنا بقول لحضراتكم بالزبط كده سيبوه على رأي الله يعني أنت عايز أنت إيه لن أساك عايز أجيب عصام شالتوت طبعا احنا هنجيب عصام شالتوت ما عادة أشياء خارج أطر الفنية وبالتالي بيعرفوا بقى يحسبوه إن طيب اللي هو في الوقت المناسب أيوة بالزبط كده طيب مبارات أخيرا بسرعة جدا مبارات يوم الأربعة من طلع الجيش شايفة إزاي هي كالعادة هي بطولة مختلفة ولكن هي البطولة الأهم برضو يعني رغم أهمية التآهل للدور قبل النهائي لدور أبطال على طريق الفوز بالـ 11 إن شاء الله ونحطها كده في الترابيزة الشهيرة نحط النجمة نحط النجمة 11 بإذن الله كمان الدوري مهم قوي والمباراة القادمة وعندنا مباراتين للنادي الأهلي على مستوى بطولة الدوري مهمين أولهم طبعا طلاق على الجيش لا لابد فيها إن شاء الله من الفوز وأرجو إنه هو يعني مستر موسيماني برضو يعمل تدوير شوية ويعطي الفرصة دواجة نظر الشخصية لحسام حسن لصلاح محسن سميها لمن يراه سميها لمن يراه أنا واجد عادي فيها لمن يراه نحن نعمل التجربة دي الحقيقة لمن يراه أستاذ أساب أخيرا يعني لو عايز تقول حاجة أول سنة لحسام حسن لحسام حسن أقوله في النادي الأهلي لا يصح أبدا إن أنت تقلق وإن أنت تاخد كلام الإدارة على إنه في كلام تاني غيره مش هيحصل وعمرها ما حصلت كائن من كان هو كلام واحد بيسمعه أنت معنا تبقى معنا هتحصل على فرصتك اللي عملته ده ها صغرك قد كده هو في وجهة نظر الجمهور والإدارة صحيح صلحته امشي بقى على التصليح ده وارضى بأنك القادم أفضل تفضل مستني القادم نعم أريد أن أقول حاجة تاني أهلا لأستاذ جمال بطولة الدوري هذه أهم للنادي الأهلي من أي وقت آخر نعم لأنه الأهلي وضع يده على كل ده على الأقل لما قال عايزة أخلي الفيروس يخلص اللي هو الفشل التحكيمي والإداري ده مفيش خلاص حصن نفسه وجايب أجانب وصارف ومكلف على اللاعبين والجهاز أن يعوى أن دوري أو درع هذا الموسم هام وعجب أستاذ جمال وبرضو رسالة لكابتن حسام حسن وحبت تقولها له في إطار يعني أنا مقدر جدا معلش أو مدي له العزر أو مدي له العزر أنه هو يتوتر وأنه هو يبقى يعني نفسه ينزل ونفسه يثبت وجوده في النادي الأهلي لكن برضو باتفق مع كلام الأستاذ عصام في أنه بقول له إهدأ لأنك هتحصل على الفرصة وأنت لعب متميز وجايد جدا وإن شاء الله هتاخد الفرصة وهتثبت نفسك وهتبقى يعني حسام حسن وهتبقى حسام حسن مرة تانية بإذنك شرفتنا ونورتنا بشكل كيف شكرا كبتن اسماما قول لسنة وحضراتك كابتن وكل جمهور مصر وكل جمهور النادي قول لسنة وحضراتك طيبين أنا بشكر حضراتك شكرا جزيلا إن شاء الله زي ما قلت وزي ما حضراتك عارفين دايما بيكون مع حضراتك كل يوم الأهلي في رمضان بكرة حيكون مع حضراتكم كريم كوجك ونهوان سيدي حيكونوا مع حضراتكم على الهواء مباشرة الساعة 10 بالليل وإن شاء الله بقى نفضل دايما في ظهر نادينا ونفضل مساندين للنادي الأهلي إن شاء الله في مباراة يوم الأربع وفي مباراة يوم السبت وبعد كده إن شاء الله ترجع بقى مرة تانية للبطولة الإفريقية أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا كل سنة وحضراتكم طيبين أشوف حضراتكم على خير